اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع وصفة جديدة من وصفات مطبخ فيروز النهاردة هقدم ليكم وصفة بسكوت صحي حلوة جدا ومناسبة للي بيعملوا دايت واللي عايزين يقللوا من وزنهم او متبعين نظام صحي انا شخصيا باعتمدوا دايما من ضمن وصفاتي موجود دايما عندي باستمرار بس قبل مبدأ وصفة النهاردة بفكركم ما تنسوش تعملوا لي اللايك ورأيكم في الكومنتيت عشان بيهمني وشير لي الوصفة لو عجبتكم هنشوف دلوقتي مع بعض المكونات اللي هنحتاجها للبسكوت الصحي اول حاجة معايا دقيق الشفان ومعايا دقيق الحبة الكاملة ومعايا سوك كربوني ومعايا زيت نباتي ومعايا حليب سواء حليب نباتي او حليب بقري الحليب المفضل بالنسبة لكم والبيكنج بودر ورشة الملح هي دي بس المكونات اللي هحتاجها للوصفة والمكونات كلها بالجرامات هتلاقوها في صندوق الوصفة والكباية انا معايا كباية اللي ربع من دقيق الحبة الكاملة اللي هو الدقيق الاصمر وهضيف عليهم دلوقتي كباية اللي ربع من دقيق الشفان حبة كاملة ومطحونة او دقيق الشفان الجاهز وبعد كده هضيف عليهم نصف كباية من السكر البني انا حطى اقلب شوية من النصف كباية عشان ما بحبوش مسكر قوي انا ميديالو طحنة بسيطة قوي كده في الكبا وتقدروا تحطوه صحيح برضو عادي مفيش مشكلة حابين تستبدلوه بالبديل الصحي زي السكر ستيفيا او ستويتال زي ما تحب وهضيف عليهم رشة من الملح وربع معلقة من الباكينج بودر يبقى انا كده ضفت كل المكونات الجفة مع بعض والمكونات استائلة هضيفها الوحدة هقلبهم كده كويس مع بعض وهتأكد ان ما فيش اي تكتلات موجودة في السكر او في الدقيق بالشكل ده عجينة سهلة جدا ومش محتاجة اي حاجة ولا عجان ولا اي حاجة بقديكم بس خلاص كده خلطتهم كويس مع بعض وهضيف عليهم دلوقتي اربع معالق كبار من الزيت ومعي دلوقتي اربع معالق كبار من اللبن بس انا مش هضيفهم كلهم انا هحط الاول تلاتة وبعد كده شوف اذا كنت محتاجة تاني ولا لأ المعيار اللي معايا ده معيار معلقة كبيرة هضيف تلاتة كده الاول والمعلاقة دي هستيبها اشوف اذا كنت هحتاج تاني ولا لأ هبدأ بقى ان انا اخلط كده كويس مع بعض وهي هتتكور معايا كورة وعجينة لينة جدا بمنتهى استهولة اللي عاجينا اللي معايا دي هتكفي معاكم من تلاتةاشر لخمستاشر كتعة بسجوت على حسب الحجم اتجمعت معايا كده كورة هي وقت انا شايفة ان هي هتحتاج شوية من اللبن دفت حوالي نصط معلقة تاني وهاجينهم كويس مع بعض وبعد كده لفتهم بالراب وهحطهم شوية في الفريزر لمدة نصف ساعة عشان اقدر اتحكم في فردها من غير ما تلزق معايا ونصط معلقة اللبن دي هسيبها عشان اشوف اذا كنت هحتاجها تاني ولا لا خلاص كده دلوقت انا هحطها في الفريزر وبعد ما طلعتها انا حسيت ان هي محتاجة نصط معلقة تاني من اللبن يبقى انا كده المقدار ده خد معايا اربع معالق كبار من اللبن يفضل ان انتو تعملوا زي تلات معالق وبعد كده تزودوا شوية بشوية انا دلوقت لما طلعتها من الفريزر لو جيتوا تفردوها لقيتوها بتفرول هتضيفوا النصط معلقة لقيتوها سهلة كده خلاص دازم تكون سهلة كده ومش بتفرول معاكم ودلوقت انا معايا الطعم دورة باي حجم يناسبكم وتفضلوه الحجم اللي معايا ده عمالي بالضبط حوالي 14 بسكوتة وهي هتطلع معاكم من 12 ل 15 بسكوتة وبعصية الشيش طوق كده من الناحية التانية مش بستن وهبدأ ان انا اخرامها بالشكل ده اخرامها اخرام كتير كده عشان انا مش عايزيها ترتفع هي بسكوتة المفروض ان هي تكون رفيعة بس مش رفيعة قوي عشان ما تتحرقش في الفرن وفي نفس الوقت ما ترتفعش معاكم استمك يكون لهو رفيع ولهو سميك لان لو رفيع قوي مجرد ما هتخش الفرن هتتحرق بمنتهى سهلة الحجم اللي معايا ده حجم البسكوت المزبوط وهتشوفوه دلوقتي في السطورة وبعد ما قطعت كل الكمية اللي معايا حطتها دلوقتي على صانية وابدأ ان انا هدخلها الفريزر عشان اقدر اطلعها بمنتهى سهولة على صانية مدهونة زيب او على ورق زبدة او على ورق سيليكون المتوفرة عندكم وبعد كده هلم اللي حاوليني البسكوت ده بالشكل ده وهشكله تاني على اشكال بسكوت ولعت الفرن قبلها بربع ساعة على درجة حرارة 180 شغال فوقه تحت اول ما احمر من الجناب كده بالشكل ده طلعته على طول بابدأ اتبعه بعد 10 دقايق اول ما يحمر كده عشان يديني القرمشة لو طلع فاتح مش هيقرمش وهيطرى معاكم بمنتهى سهولة اسمعوا بقى صوت القرمشة حلو جدا ومقرمش لحد اخر واحدة بيفضل بنفس القرمشة دي انا بحفظه في التلاجة سواء في راب بلف كل واحدة في راب عشان اقدر لو عايزة احطها في الشنطة اخدها وانا خرجها او احطها في كيس نايلون او في علبة وهيفضل زي ما هو بالضبط ما تنسوش تجربوا الوصفة وهتعجبكم جدا وتعملوا لي لايك ورأيكم في الكومنتات لو عجبتكم اشوفكم في حلقة جديدة وفي وصفة جديدة من وصفات مطبخ فيروز اشتركوا في القناة